موسيقى بالحلقة الماضية مع دكتور يازن عبدو تحدث فيها الدكتور عن موضوع الخطبة كيف أهمية الخطبة بالتحضير للزواج هل هي مجرد حالة حب حالة رومنسية وأيضا حللوا أكتر بهذا الموضوع وما بعد الخطبة هناك مرحلة مهمة جدا ومفصلية في حياة الأزواج هي سنة أولى زواج شو هي المهارات اللازم نتبعها بالسنة الأولى من الزواج وأيضا هناك العديد من الأمور بكيفية التواصل كيفية التعامل مع المشاكل وغيرها رح نتحدث عنها مع الدكتور يازن عبدو المستشار الأسري والتربوي أهلا وسهلا فيك دكتور كيف حالك؟ أهلا وسهلا أهلا دكتور صباح الخير سؤالي الأول بالنسبة للمدة الزمنية سنة أولى زواج هل هي اليوم الأول اللي بنتقلوا الزوجين اللي العيش فيه ولا بتأثر فترة الخطبة وكتب الكتاب نشوف نحن عنا فترات أحيانا بعده خمس سنين ست سنين لبين ما يتزوجوا بفترة الخطبة ويكونوا كاتبين كتابهم كأنهم متزوجين فهل فعليا هذا الموضوع بيأثر ولا لا هي سنة أولى زواج من اليوم الأول اللي بيعيشوا فعليا فيه مع بعض هلأ إحنا نحن نحكي عن سنة أولى الزواج كنت سألوه زواج اللي هي لما عن جد يتواجدوا له وحدهم في بيتهم بيبدأ سنة أولى زواج من هاي اللحظة لزي لحظة الولادة بالضبط للطفل لما يختموا 12 شهر وهذه فترة حاجة لكن تمهيدها زي ما حكيت أنه بفترة الخطبة اللي فيه لها مواصفات حكينا عن بعضها المرة الماضية وجوز ركزنا على موضوع أنه ما تمد فترة الخطبة لأكتر من أربع خمس أشهر بالرقم ترترة الخطبة نفسها وحتى على سنة أولى زواج لكن سنة أولى زواج آه هي من لحظة ما يسكروا الباب وتفضلي وتفضل مع بعض هاي بتبدأ هون لحظة الولادة الجديدة للإنسان سحر بتذكر دائما بسمع نصيحة من التجارب للبنات المتزوجين بالتحديد يقولوا لك أول ست شهر أو أول سنة هي أهم مرحلة إذا مرأتي هالسنة معناها أنه أنت حياتك رح تكتمل يعني إلى حدا ما هي نسبية طبعا تختلف من شخص لآخر لكن إذا مرأت أول سنة من الزواجها هذا معناها وقدرتوا أنكم تتخطوا المشاكل والخلافات اللي بتكتر طبعا بشكل كتير كبير مقارنة بالخطبة جميل بدنا نحكي عن الأرقام بالنسبة لحالات الطلاق اللي بتحصل بالسنة الأولى لأزواج قديش هاي شوفي الأرقام مش كثير مطمئنة في الأردن صراحة وتقرير أنا مشكورة الرؤية نشرته بقوة على موضوع سنة 2014 وهي ليست منها ببعيد لحالات الطلاق أثناء السنة الأولى إحنا حوالي عندنا 4500 حالة طلاق في الأردن أثناء السنة الأولى تقريبا ربع حالات الطلاق أو أكثر شوية في الأردن سنة 2014 سنة أولى زواج فرقم ليس بالهين منهم 60% تقريبا إذا بيطلع رسميا عندنا 60% أو أكثر للعشرينيين وعندنا نسبة أقل شوية لزواج القصر والقصر مقصود فيه سواء الشباب أو البنات اللي هو تحت سنة 18 سنة وللأسف سنة 2012 عدد زواج القصر في الأردن أقل زي ما إحنا شايفين للنون الأخضر كان 267 حادث زواج قصر في الأردن سنة 2013 زادت شوية صغيرة بسنة 2014 زادت الزواج القصر بنسبة عانية جدا صارت 386 حال الزواج قصر ففيه رخم كبير جدا هاي مع الأزمة السورية دكتور مع الأزمة السورية ممكن نحكي مع الأزمة السورية صحيح لكن تؤثر برضو على بنية وأمنة واجتماع الأردني الدائرة السيركل هاي هي بتبين عدد حالات الطلاق خلال سنة أولى زواج عندنا 4500 وشوي حالة طلاق وهي نسبة ليست بالهينة منها تقريبا 62% للعشرينيين في السنة أولى زواج ومنها 9% لحالات تحت سنة 19 سنة فالأرقام عم بتمين بأنه يعني يجب أن نقف وقف حقيقية في توعية الشباه في موضوع سنة أولى زواج وأنا هون بهمش يعني صريح وشفاف وكل حب وود إذا انتقت حدا فبدي أوجه انتقادي الحبي والودي لوزارة مهمة جدا في الأردن اسمها وزارة التنمية الاجتماعية اللي عم بتحل مشكلات وعم بتعالج مشكلات عم بتشتغل في موضوع المخرجات السلبية وللأسف أنا تقييم البسيط المتواضع وجوزهم بيشتغلوا بس أنا حسب رؤيتي أنه ما في شغل من وزارة التنمية الاجتماعية على المدخلات إحنا ليش ما نحكي عن سنة أولى زواج للشباب والصبايا قبل ما يتزوجوا ليش عم ناخد الولاد والبنات بعدما يسير تفكك أسري بكلف الدولة ملايين الملايين بصروف الولاد تفكك الأسري واللقطاء ومجهوري النسب كوزارة المجتمعية مشكورة أن تشتغل معهم بس ليش أنا أوصل لهاي المرحلة خليني أشتغل ما قبلها من توعية من تثقيف من تدريب أنا اسمي وزارة تنمية اجتماعية بدي أنمي المجتمع بدي أحافظ على سياج المجتمع آمن بموضوع الزواج والوعي ولما يكون لدي رقم زي هيك يعني يا خطير طب وين دور وزاراتنا وين دور مسؤولينا في إنقاذ شبابنا وبناتنا من الوصول وإحنا في شارك وفي غيرهم المراكز عم نشوف أن المشكلات الموجودة بسنة أولى زواج يمكن حلها بسهولة بالغة بس بدك تقدم له أو تقدمي لها الحل البسيط جدا وحنحكي عن بعضها هلأ فهي يريد أن يصير في نوعي مجتمع لنقذ أولادنا وبناتنا دكتور ليش السنة الأولى تعتبر خطيرة؟ لأن الدراسات تشير على هذا الموضوع هم ثلاث سنوات خطيرة ترى بالزواج السنة الأولى لدينا في الأردن في الوطن العربي والسنة التالتة والسنة التاسعة السنة الأولى لأنه لا يوجد تفاهم بين الأزواج فيها نسبة طلاق عالية لنسة مش فاهمين بعضهم ولا حدا ممكنهم من أدوات يفاهموا مع بعض حتى أم وأب يعني الأسف سلبيين أحيانا السنة التالتة بيصير نوع من العفوان التعويد أو التعود الجسدي وهذا عندنا مشكلة إحنا كبيرة جدا للمجتمع العربي بالثقافة الجنسية ما أحدا بيحكي لأحدا وكله جرب يعني بالسنة التاسعة بيبدأ عند الشاب والبنت اللي هي أنه بدي أجدد وبيدي أغير وبيدي أعمل علاقة الزوجة بتدورها علاقة والزوجة بتدورها علاقة عند الأزواج أكتر بكتير من عند الزوجات فهدول الثلاث سنوات إحنا عديناهم عدة الخطورة تسعة اللي هي السنة الأولى والسنة التالتة والسنة التاسعة طيب تسعة إذا عدينا تسعة عبد الله خليفة بحكي لي عقد الزواج السنة الأولى والسابعة والاثناش هذا شكله فيه إشي متعارف عليه في المجتمع أنا صراحة أول مرة بأسمع عنه إذا عديت السنة التاشة إنت عديت إذا عديت تسعة عديت للا إحنا نشعر خوف المجتمع مسائل المحطات حلونا يعرف عنها وأسبابها حتى أن نكون وعيين على المشكلات اللي بتصير وناخدوا أدوات اللي ممكن لساعدنا على الحلول طيب إحنا بدنا ندخل أكتر بتفاصيل السنة الأولى من الزواج شو هي الخطوات دكتور يعني اللي بتنصح فيها لتحقيق السعادة بالسنة الأولى الأولى واضحة جدا وهي مجربة جدا وهي وصايا كل أطباء العالم النفسيين في الموضوع موضوع الأول والأخطر والأهم هو موضوع التجاهل اللي إحنا بنسميه الحكمة وحكوا عنه كثير أجمل من تكلم عنه سيبين كوفي في كتابه العادة الثامنة حكي أنه يا جمعة الخير حكي هذا الأزواج بشكل واضح خلينا نترك مسافة زمنية بين المؤثر وبين الاستجابة زوجتي أو زوجي أثر علي بمؤثر سلبي مثلا زوجي مش عاجبه الطبيخ أو زوجتي مش عاجبها أني تأخرت شوي مع صحابي هلأ هي تأثرت علي هذا المؤثر زعلات وعصبات أو هو زعل وعصب الآن السؤال استجابتي أنا لهذا المؤثر كيف هتكون إلها شكلين يا ردة فعل اللي هي عبارة عن سريع وبغضب وعاطفة بتتحكم بالعقل وهي والله لا أورجيها والله لا أورجيها ألو ماما ألو بابا ألو مش عارف إيش أو فعل يا ردة فعل يا فعل فعل هو يتحكم العقل بالعاطفة وهذا قراري أنا بكون حكيم بكون سليم كيف أخلي العقل يتحكم بالعاطفة ولا إيش يأوسع مسافة زمنية بين المؤثر وبين استجابة بدل ما يكون استجابتي للمؤثر لزوجي أو لزوجتي خلال ثانية أو خمس ثواني أو دقيقة ضاعف الرقم خليها هذا الثاني ثانيتين بدل دقيقة خلي استجابتك تظهر عليك بعد دقيقتين لأنه لما أوسع المسافة الزمنية بتصير البدائل العقلية تشتغل أكتر من المؤثرات العاطفية وإحنا المثل الشعبي إذا لمعدل العشرة كان عديت العشرة قبل ما تطخوا ولا قبل ما تطلقها فهاي هي بالفعل حكمة وببساطة وبوصل لقراء عقلي هذا المكون الأول للسر السعادة الزوجية بسنة أولى وجميع السنوات المكون الأساسي لسر السعادة في أي علاقة اجتماعية وإحنا صراحة يعني هذه كل يوم بأمريكا في نزل يوتيوب إنه واحدة دعست واحدة بترجع ونزلت وعبطوا بعض وضحكوا ومبسطوا لأنه هفكروا بالعقل ما فيه إشي الحمد لله أنا سليمة والحمد لله أنت سليمة صبايا الجانب إحنا لو واحد دعس واحد بسير فورا العواطف وبوقع ولا صارت معي صارت معي يعني واحد ضرب شلوت سيارتي ووقع على الأرض عشان أخذها على المستشفى عشان فالموضوع بده عقل أكثر منه بده عواطف في مواجهة المشكلة نعم دكتور بنحكي عن التوقعات شوي يعني فيه صديق للي ده كان عم بسمعني بجوز يضخك هلأ بحكيه هو بده يتزوج بس يعني ما كان فيه فتاة معينة فكرة الزواج بحكي له ليه بدك تتزوج بحكي لي يا زنم شو أحلى من أنك تصحى الصباح تلاقي الأكلك جاهز وتاخده معك وتروح الشغل فبحكي له أنت هاي فكرتك عن الزواج أنت تتزوج عشان تصحى تلاقي أكلك جاهز من حكارك أصلا أنه رح تصحى تلاقي أكلك جاهز ففكرة التوقعات شو بتوقع الزوجة من الزوجة وشو بتوقع الزوجة من الزوج أمر مهم كتير هل تنصح بالحديث عن التوقعات حتى في الأمور البسيطة كلام خطير جدا موضوع التوقع في كل أنواع الحياة ترى موضوع الأكل وموضوع الجنس وموضوع الحب وموضوع علاقة اجتماعية وموضوع عفوا نشكل وموضوع كله يجب أنه يدرس وحكيناها مرة ماضية في فترة الخطبة دراسة حقيقية للواقع اللي عم بيشوفه من زوجي أو خطيبي وخطيبتي وحديث عنه أثناء فترة الخطبة أنا إيش بتوقع منك ويكون في حوار والحوار يجب أنه يبنى على موضوع رأي صوابة يحتمل خطأ ورأي خطيبتي أو رأي خطيبي خطأ يحتمل الصواب إذا اختلفنا لأنه لازم يظل في فجوة موجودة بيننا للتقبل أما إذا أنا رأي صوابب وأنا سيد سيد معناته خربة الحياة الأسرية وتحولت أنا بسميها عن جد لحياة غاب حياة غاب يعني حتى الأسد والأبو لسه بيحبوا بعض مرات أكثر من حال بعض الناس الموجودين يعني حتى الشغلاتي بسيطة الحياتية دكتور مثلا الشاب بكون متوقع أنه الزوجة تطبخ كل يوم مثلا هي بتكون متوقع عنها تطبخ كل مرة في الأسبوع وما بيحكوا عن الموضوع في أول أسبوع أسبوعين في الزواج بيكتشفوا طب ليه ما طبختي لا أنا بطبخ مرة في الأسبوع من حكالك أنا متعود والدتي كل يوم تطبخ طب أنا ما بقدر أطبخ كل يوم مثلا فهي الشغلات توقعات يجب أنه يكون في عنا تمهيد لها بفترة الخطبة بشكل واضح جدا وتكون مخططة وإحنا حكينا فترة الخطبة مش فترة حب وغرام وهيام وإن كان لازم يكون موجودة هذا الشكل بس برضو فترة حديث عن جميع وأدق تفاصيل الحياة مثل الطبيخ مثل النفيخ مثل الأولاد مثل التلفزيون مثل السفر مثل الحياة مثل توزيع وإدارة مالية داخل البيت هذا كله يتم الحديث عنه أثناء فترة الخطبة عشان نقدر ندخل سنة أولى زواج على أقدام ثابتة مش إحنا جايين حياة زوجية وكل واحد بده يفرض هلأ توقعه على الآخر لا أنا مرة بالأسبوع لا أنا بدي كل يوم تطبخي هذا فرض التوقعات يجب أنه يكون انتهى وتناقش واتفق عليه إلى حد كبير في فترة الخطبة بشكل واضح أيضا دكتور يعني إحنا اللي عرفنا أنك أنت حابب أيضا تركز بشكل كبير من خلال الرسائل التي تقدمها عن الحكمة بين الأزواج كنت عم بحضر فقرة الخطبة ونصائح الخطبة بموضوع التقبل قديش مهم أنه الأزواج يتقبلوا بعض كما هم يعني التغيير مستحيل يكون جذري يعني مثلا شاب وبنت شاب عمره 30 سنة البنت عمرها 20 سنة إلى 20 سنة بتعودة على نمط معين على عادة معينة على صفة معينة فيها فمش سهل أبدا أنها تغيرها التقبل وعدم التغيير أو التغيير البسيط إلى حد ما مع القناعة من قبل الزوج أو الزوجة بأنه أنا لازم أتغير لكن التقبل قديش مهم هون كثير مهم وإحنا دائما نلاحظها عندنا في الأزواج الأردنيون والزوجات الأردنيات موضوع أنه إذا كان في بيننا اختلاف فهو تناقض فهو مشاكل لازم يتغير نحن نحاول نعكس الموضوع يا جماعة الاختلاف بينكم هو تكامل هو مش تناقض بالعكس يعني أدق أدق التفاصيل جميل جدا أنه والله زوج مثلا ندخل بحير الزوج بينام بسرعة والزوج ما بتنام بسرعة شوف كيف يرى بسرعة وبتركني شوف كيف يبتسهر خلينا نعمل تكامل خلي في حياة خاصة جميلة في تطبيق معين جوا غرفة النوم إليهم عشان يتكاملوا بهال التناقض اللي بيشوفوه موضوع هو بحب الأكل حار أنا بحبش الأكل حار خلينا نشوف الاختلاف تكامل مش الاختلاف تناقض وإحنا بناقدر نشوف الاختلاف حقيقة التكامل مش تناقض وهذا اللي عم نواجه بكتير مؤسسة أردنية هلأ موضوع تغيير نمط الإنسان أنا ما بصير أدخل على حياة زوجية وأنا وأحمل زوجة جميلة أنه أنا فاهم أنه أنت مختلف عني لكن حصبر عليك سنتين ثلاثة عشان تختلف مش من حقها نعم أو مش متحجب مثلا مكرة لما أزوجها بخليها تتحجب هذا موضوع 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 خطير بالحالة السلوكية يعني لو أحد يكون مخطط لأنه بعد الزواج أو بعد ما أمي يكونوا مع بعض يكون مخطط في عنده ثلاث أربع شغلات بده يغيرها نعم هذا إذا كان فيه أشياء مثلا أساسية أو لازم يغيرها أو لازم يتغيرها في الزوج وفي الزوج هذا لازم ناتفاق عليه من أبن لكن آم الشرط أنه أنا العقلية التسلطية اللي عند إحنا العرب أنه أنا بصبر يلا بحملها جميل بصبر على سنتين ثلاثة لازم تتغير لا مش لازم تتغير إلا بأشياء أنت وهي لازم تغيرها إنها فيها مصلحة أو فيها خطورة إذا ما تغيرت لكن مش نتغير حانا بالنوار دكتور الحمل خلال أول سنة في كتير ناس بتجوا لهذا الموضوع كحل بحكي أنه دائما البابي بيهدي أو الطفل بيهدي العائلة بحسوا حالهم أنه فيه مشاكل كتير خلال أول شهرين ثلاثة بحاولوا أنهم يجيبوا بابي مشان أنهم يهدوا يلتهوا فيه شوف موضوع البابي هو موضوع من الموضوعات بالرسم الثاني مؤرقة بنسبة له في كزوة حط مؤرقة درسناها بمجموعة خبراء في الأردن في موضوع سنة أولى زواج من الموضوعات المؤرقة الاجتماعيا اللي هو موضوع البابي والحمل أول مثلا تاني يوم تاني يوم أو بعد شهر الكل يسأل صار حمل هذا موضوع مؤرق اجتماعيا يثير المشكلات من الزوجين يثير المشكلات أنا بحكي شوية بتخصص يصير عنده الزوج يصير عنده خوف ويؤدي لمشكلات في العلاقة الخاصة بين الزوجين بحيث يصير انسحاب من الزوج أو من الزوجة يصير مغالاة بالضبط بموضوع العلاقة الخاصة وهذا يأثر سلما الزوج لا تتقبل أو الزوج لا تتقبل فهذه مثلا محطة من المحطات المخيفة جدا موضوع البيبي يعني أنت معه لغض الحمل أول سنة أنا شخصيا هلأ فيه درستينتر بالموضوع أنا مع الحمل مبكرا أنا مع الحمل مبكرا ليش؟ يعني أواشي خليها على ربما زي بيقولوها طبعا بس أنا معي يصير حمل مبكرا لسببين الأول طبي ممكن يؤدي مشكلات إذا كان في تدخل موضوع حبوب خاصة المرأة لأول يعني رحم لسه جديد نعم الأمر الثاني هو علاقة اجتماعية أنا مش موضوع أنه عشان نخفف مشكلات خلينا نحمل وخلينا نجيب أولاد لا أنا بعتبر أنه وجود طفل في الحياة الأسرية هو من دعائم زيادة العلاقة الودية والحب والعاطفة بين الزوجين نعم كثير من الأزواج في الأردن صراحة بعيشوا هاي الحالة أنه مش أجيبه عشان أخفف مشكلات لا أنا بدي أجيبه عشان نحب بعض أكتر ما هو دكتور على العكس بيكون مش حابين بعض ثلاث أربعة شهور خمسة شهور ستة شهور وبكونوا كل واحد فيهم عم يفكر أنه ينفصل أصلا وإذا إجاء الطفل رح يصير عائق زيادة يعني كأنه بكونوا أنانيين الأهل هون أنهم عم بيجربوا في هالبيبي أنه بيضبط أو ما بيضبط ويكونوا بكروا مع بعض أصلا أو مش قادرين يعيشوا مع بعض أنا بقول خطيرة هذا موجودة موجود المفهوم هذا موجود بس خطير جدا ولازم يتم القضاء عليه اجتماعينا الثقافية المجتمعية نحن نجرب بعض ماشي بمعنى التجربة إيجابية كمان فترة الخطبة وأنا بفضل أنه يكون فيه فترة قراءة فاتحة قبل كتب الكتاب بالخطبة حتى نشوف بعض ولازم الآباء ما يكونوا متزمتين متشددين من موضوع حرام لا خليه يقعد مع بنتك ويشوفها بكل احتشام وود واحترام ويقتنعوا ببعض بعدين بيصير فترة خطبة وكتب الكتاب بيقتنعوا أكتر بس ما أنه قررنا نكون مع بعض تحت سقف واحد يصير فيه بيننا علاقات كاملة معناته أنا فرض الطلاق بده يصير نسبته واحد بالمليون فموضوع أنه خلينا نجرب بعض ما بعد فترة الزواج شهرين ثلاثين نكمل أو لأ برضو هاي خطيرة موجودة للأسف أنها موجودة لكن لا يجب أن يكون انتهت عندنا بعض المشكلات برضو بدراسة صغيرة صارت بشارك موضوع في السنة أولى زواج هاي المحطات المخيفة وجدناها واضحة موضوع المال موضوع خطير جدا موضوع يؤرق الحياة الزوجية سنة أولى زواج وأغلب من يطرحه هو الزوجة مش الزوج وهذا معروف الموضوع التاني موضوع الحب والعاطفة سواء كان باللفظ أو كان بالعلاقة الخاصة وهون إحنا وجدنا المشكلة الكبرى عند الأزواج مش عند الزوجات الزوجات بحبوا بتلفظوا بألفاظ الحب الأزواج شوي مقلين وهذا خطير الأمر التاني العلاقة الخاصة إحنا في الأردن في عندنا مشكلة فيها في الحياة الخاصة بقوش وضع السيارة هاي في الحياة الخاصة إنه في أزواج عندنا زي ما حكاها بكونوا شديدين زيادة فالزوجات ما بتقبلوا أو مقلين في الحياة الخاصة موضوع السيارة هو موضوع حقيقة موجود وإحنا حبناه حمر لأنه توقعته يجيب لي سيارة وما سيارة وإلى آخره فعنا حقيقة المشكلة بهذا الموضوع تأثرا بموضوع المسلسلات الموجودة زائد السيارة اللي هي بتدل على العلاقات الاجتماعية رحنا على أهلي ورحنا على أهلك وبيديش أروع أهلك تعالي على أهلي موضوع واضح إنه مشكلات في الحياة الزوجية سنة أولى موضوع الهدايا موضوع بارز عندنا نتوقع بالذات الزوجات إنه أزواجهم يجيبون لهم هدايا والعكس صحيح وموضوع البيبي جبت ما جبتش بدنا نخلف بدناش نخلف خلفتوا آه فحصتوا آه فحصتوش الصباحية يلا مبروك إن شاء الله الولد بيجي بعد أسبوع هذا بيقرق برضو الحياة الزوجية اللي إن شاء الله إذا خلصنا من هذور المشكلات نوصل لبيت يعني آمن وسنة أولى زواج سليمي بإذن الله تعالى طيب دكتور إحنا اخترنا ثلاث حالات اليوم بسؤالنا التفاعلي لحتى نشوف يعني قديش هي النسبة الأكثر الناس بملولها بالموضوع اللي إيش هو أكتر شيء أو أكتر حالة تؤثر على سنة أولى زواج حال هي الحالة الاقتصادية أم الحالة الاجتماعية أو أخيرا أوكي إذن خلينا نشوفون السؤال التفاعلي أوكي إذن الحالة الاقتصادية أم الحالة الاجتماعية أم الحالة العاطفية نشوف أديش النسب عنا 26% 29% عفوا بيعتقدوا أنه الحالة الاجتماعية هي أكثر ما يؤثر على سنة أولى زواج 52% هي الحالة الاقتصادية و19% هي الحالة العاطفية يعني أغلب الأشخاص بيعتقدوا أنه إذا كانوا هم عايشين برفاهية وبرغد بتكون حياتهم خصوصاً سنة أولى زواج زي المشلسلات العربية بيحكوها دخشين عطمع عشان النزلية خطيرة هل الولادة بتحل مشكلة سنة أولى زواج؟ أنا كنت بتمنى أنه يطلع عندنا الحالة العاطفية وإحنا بلنا دراسة برضو كانت الحالة العاطفية هي الأعلى ومبسطة لها موضوع المادلاء وهذا موضوع وإحنا بنعد بالحلقة معنا مجموعة خبراء طرحنا الموضوع طرحناها صراحة من أربع زوايا اللي هو الزاوية الاقتصادية والزاوية الاجتماعية والزاوية العاطفية والزاوية حتى الجنسية اللي بين الزوجين كانت الحالة العاطفية بتلعب الدور الأكبر والأبرز إلى هالدور الأكبر والأبرز في استقرار الحياة الزوجية فلو كان الحال الاقتصادية كثير بسيطة لكن الزوج متقن لفن العاطفة والحب حياة زوجية مستقرة ولو كان العكس عايشة في أجمل بيوت وحالة اقتصادية كثير مريحة لكن زوجها عاطفية مش معها زوجها بهينها زوجها ما بيحبها زوجها إلى خري أو العكس حقيقة لا الموضوع حيكون كثير بسيط وفي مثل ذكره أحد الدكاترة معنا لما كنا نعدي الحلقة بأنه دخل مرة على هذه العطور فوجد سائق شاحنة انبهد له حالته حالة محترامة طبعا حبي للجميع فبيشتري عطر إليه وبيشتري عطر لزوجته أردني أردني من الأردن وقل له شو بتعمل وأصنصات يعني من الأنواع ما هو ما معطر قال له أنا بعد كل سفرة شفير يعني تريل لنا بشتري لازم أحط عطر إليه وأدخل على البيت وأنا مغبره وبهدل بس لازم أحط لزوجتي حقها علي كمان أهتم فيها أحبها هدية بسيطة حقها ليرا ليرتين وهذا يعني من أروع الناس حياة مادية بسيطة أكيد لكن حياة عاطفية وتعبيرات مادية حياة عاطفية حسب قدرته برضو بسيطة فتبعنا الحالة وكان بالفعل عايشين بحياة سعيدة دكتور دائما أنت بفخراتك بتخط رك على الرجال بتخلص الفقرة وفي رك على الرجال للرجل لازم يلعب دور العاشق الحبيب الرومانسي هلأ شكرا لإلك دائما على الضغط المتواصل على العنصر الدكتوري في المجتمع الأردني مشرفنا شكرا لإلك أهلا وسهلا فيك شكرا لإلك ترجمة نانسي قنقر